الكويت حيث تتجه أنظار العالم لترقب نتائج مشاورات الجولة الثانية بين الأطراف اليمنية لوضع حد للصراع الدائر في البلاد والتي يبدو الفشل النتيجة الأقرب منها إلى النجاح خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الأسبوعين للتوصل إلى اتفاق أنا لا أعتقد أن ما تم تضيعه خلال سبعين يوم سواء تلافيه خلال سبعة أيام لأنها ليس هناك إرادة لدى أحد طرفي المشاورات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد يعود من قمة عربية في موريتانيا تحدث فيها نيابة عن الأمير العام للأمم المتعدة فانكيمون لأن الحوار هو الحل الوحيد للصراع بينما تحدث أمير دولة الكويت متأسفا عن عدم توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حتى الآن كانت المشاورات طويلة جدا أكثر من سبعين يوم في المشاورات السابقة ولم يحصل أي تقدم يعني هذه المشاورات بعد طلب الوفد الحكومي والجولة الجديدة من المشاورات بعد طلب الوفد الحكومي تحديد سقف زمني جعلت المجتمع الدولي وكذلك الدولة المصدفة تحترم قرار الوفد اليمني بل وتؤيد القرار الوفد اليمني بتزمين سقف المشاورات نحو ثلاثة أشهر مرت ومشاورات الكويت تدور في حلقة مفرغة فما الذي يمكن تحقيقه خلال الخمسة الأيام المتبقية إذا كانت خلال الفترة الماضية لم تحقق شيء تقارب مهلة الأسبوعين على الانتهاء ولا تقدم يذكر في اختراق جدار المشاورات حتى في تلك الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة لتبقى كافة الخيارات مفتوحة ولكن يبقى الأمل معلق على إمكانية الحل السياسي ولو كان ضعيفا والعجابري قناة بلقيس الكويت ترجمة نانسي قنقر